اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بالراشد الزيالي وزير الخارجية في مقر بعثة الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس مع معالية الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل للوقوف الوقف الدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق صراح الرهائل والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين